يبقى احنا عندنا المثلث الآن زي ما احنا شايفين بيتكون من خمس موجات أو سبع موجات بيكون فيه ترند صاعد نخش في نموذج تصحيحي بنسمي نموذج تصحيحي استمراري استمراري لان الترند القادم هيكون ترند صاعد شكل المثلث بالصاعد بيكون فيه القمة بتاعته المنطقة اللي فوق دي متساوية معناها ان البائعين محافظين على نفس المنطقة لكن القاع هنا قاع مرتفع كل قاع اعلى من القاع كل قاع اعلى من القاع ففيه دخول لمشترين جدد فيه دخول لمشترين جدد واضح؟ يبقى هنا فيه مشتري جديد دخل فيه مشتري دخل فيه مشتري دخل فاللي يشوف كده هو مين اللي بيكسب هنا المشتري اللي بيكسب الباير اللي بيكسب ليه لانه عمال قادر يرفع الاسعار كل يوم زيادة عن اليوم اللي قابله عمال يرفع الاسعار لكن البايع هنا وقف مكانه محلك سر مش قادر يضغط مش قادر ينزل الاسعار لتحت بيكون كم موجة بيكون خمس موجات في الغالب ولو زاد مثلا موجة كده وموجة كده سبعة مش فيش مشكلة ما تشغلش بالك بفكرة الايه هو خمسة ولا سبعة حتى لو وصل لتسع موجات برضو ما فيش مشكلة الفكرة العامة ان هنا في مسلس صائد المشتري عمال يكسب ارض والباعة محافظة على نفسه في يجي في مرحلة من المراحل المشتري بيزيد جدا خلاص وبيضغط جامد وسارب يرتفع تعال نفهم بقى السلوك الفني السلوك الفني للمسلس فيه توازن قوة بين الثيران والدببة يبقى هنا في البداية كان فيه تريند صاعد من اللي كان مسيطرة يا جماعة هنا الثيران كانت مسيطرة خلاص دخلنا بعد كده في مرحلة ايه مرحلة فيها توازن قوة فيه توازن قوة بين الثيران والدببة لكن من مسيطر زيادة عن شوية عن التاني الثيران لان عمالين يعملوا يا جماعة عمالين يعملوا القعان مرتفعة. يبقى في توازن قوى ولكن مع زيادة في جانب الايه? اثيران. هي زيادة ضعيفة ولكن مؤثرة في النهاية. مع الوقت عمالة ايه? كأنك عمال تضغط بس مع الوقت بتنفجر. حجم التداول الخفض في البداية. هنا الناس كان شايفة وكل عمال يتداول وكل عمال يشتري ويبيع ويجنى ارباح. اول ما ندخل في نموذج تصحيحي هتلاقي ناس كتير بتخرج من السوق وما فيش لسه حركة قوية. فالحجم ده شكل الحجم الحجوم في التداول الاسهم مثلا تبدأ ايه تقلة لغاية ما نقرب من الكسر اللي هي المنطقة اللي هيحصل فيها كسر هنا كده ان شاء الله ويطلع ونلاقي فيه انفجار قوي جدا في الحجم. فحجم التداول يحصل فيها يا جماعة يزداد في النهاية. بعد كده ايه اللي بيحصل? الثيران تتفوق والدببة تنسحك. مين اللي بتفوق الثيران دول? بيكملهم? المشتريين. ويحصل السعر الفوق. طب والدببة اللي كان بتحاول تدفع المنطقة دي كله انسحاب. انسحاب خلاص. تمام? اعلان انتصار الثيران وانسحاب الايه الدببة. واضح? لو رسمنا كده هنقول ان دي القاعدة اللي هي المنطقة اللي تحت هنا دي. بنقيس القمة هنا مع القاع ونسمي دي القاعدة. خلاص? الخط العلوي اللي فوق ده خط مقاومة اسمه خط الاتجاه العلوي الايه? الهابط لو كان في شكل هابط. في الحالة دي هو شكل ايه? افقي. يبقى خط الاتجاه العلوي الافقي. يربط قم ايه يا جماعة? قمم متساوية. قمم متساوية. يعمل كي ايه? يعمل كمقاومة. طب تحت هنا. خط الاتجاه السفلي للايه? الصاعد. لو كان افقي هنسميه افقي. لو كان هابط نسميه هابط. لو كان صاعد نسميه صاعد. يبقى ده خط liه اتجاه السفلي الايه? الصاعد. يربط قعان مرتفعة. شايفوا القاعدة? اعلى من القاعدة?re من القاعدة. كلمة قاعان مرتفعة معناها ايه? معناها ان المشتري يعمل يزداد قوة في ضغط للشراء وده اللي بيشجع في النهاية ان هم اللي يكسبو يعمل كايه دعم للأسعار يعني كل مسعر ينزل يقرب منه دعم يعني ايه يعني المشتري اللي لسه مش في الأسواق ومستني معاه فلوسه في ايده وعايز يدخل السوق هيدخل في المنطقة دي ويشتري يبقى المشتري بينتظر هبوط الأسعار لمنطقة الدعم سواء الدعم مائل او سواء الدعم وقفقي عشان يشتري باسعار مخفضة طب احنا عايزين نشتري هنشتري ازاي بنقيس المسافة دي اللي هي اسمها القاعدة خلاص ونعملها هنا بنقيسها من منطقة الكسر تمام لفوق المسافة دي مثلا كمية نقطة خلاص يبقى الهدف بتاعنا مية نقطة ننتظر الاختراق اعادة اختبار كسر صحيح تبدأ تطلع بندخل صفقة شراء من المنطقة دي تمام طب واقف الخسارة نحطه فين بنحطه اسفل القاعة القاعة اللي موجودة عندنا هنا او اسفل الدعم اللي هو الخط اللي ايه الخط المنقط وحواليه خط الدعم ليه عشان السعر لو نزل شوية يبقى انا عندي براح السعر يتحرك السعر يتحرك تمام ما ما دخلش الصفقة وحط اسطو بلوس قريب قوي ينزل يضرب اسطو بلوس وبعدين يطلع حزع المرتين واضح يا جماعة فهنا وقف الخسارة بتاعه بيتحط هنا وقف الخسارة مسلا ممكن يكون تلاتين نقطة اربعين نقطة ويكون مسلا الهدف مية نقطة تمام طيب افرض الهدف ده مية نقطة لا ممكن لو المسافة دي مية نقطة احط تلاتين المسافة احط مسلا ستة وستين في المية من المسافة فمسلا ده لو مية احط ستة وستين. ده لو كان ميتين نقطة احط مسلا مية واربعين مسلا على سبيل المثال. لانه ممكن يطلع كده وبعدين ينزل الاول قبل ما يطلع تاني او ممكن ان اعكس. فبالتالي مش لازم احط كل الهدف كامل عشان اوصله بالزبط. ممكن ما يوصلوش. واحيانا بيوصلوا بالزبط واحيانا يصل اليه ويكسروا ويتعدى. فعالاقل انا ممكن اقفل نص الصفقة عند المنطقة دي. ونص الصفقة مثلا هنا او بعده بشوية. خلص? فيعني اقسم الاهداف بتاعتي. طيب. كده نكون خدنا نظرة على المسلسات. اه اتمنى نكون يعني ساعدت في فهم موضوع النفط. طيب نرجع تاني للنفط هنا. عندنا المسلس هنا. واضح جدا ان انا عند المسلس الان. واضح? يبقى انا دلوقتي يا سيد محمد ادخل صفقة شراء ولا ادخل صفقة بيع? انا الان ادخل صفقة شراء ولا ادخل صفقة بيع? في النفط. يعني النفط احنا شايفينه طالع ولا نازل? طبعا طالع. خلاص? خد بالك برضو حاجة فنية ممكن ناخد بالنا منها. ان انا كان عندي هنا فيه صعود قوي جدا. خلاص? وبعدين تصحيح. والمفروض ان انا اطلع اجيب نموذج A B C D. نموذج A B C D. طيب انا لو عايز اجيب نموذج A B C D. اللي هو بيتكون عندي بالشكل ده ممكن ارسمه من هنا. دي اعلى نقطة. هنا. وهنزل هنا اجيبه هنا. طيب. محتاجة اعرف حاجتين كده. هي نقطة C دي. مظبوط سيد محمد بيقول شراء مظبوط. نقطة C هنا دي. هل نقطة C تصحيحها كان كم في المية؟ يهمني اعرف. فاطلع كده. هشوف نقطة C تصحيحها كان عند الثمانية وتلاتين واثنين من عشر. طيب تمام. تعال بقى اشوف نقطة D. نقطة D هتكون اكستنشن لفين؟ هاجيب من فوق كده لتحت واقيس. اول هدف عندي هيكون الخمسين في المية. اول هدف. هنا. تاني هدف. هيكون عندي فين يا جماعة. عند 61.8. تالت هدف. هيكون عندي 78. رابع هدف بقى هيكون عندي عند الوان بالزبط. اللي هو مستوى يا جماعة اللي احنا قلنا عليه. تمام. اللي هو 79 ده. شايفين كل دي اهداف. كل دي اهداف. طيب. انا عندي اهدافي. احط عليها علامة كده. ده هدف اهو. وده هدف تاني. تمام. وده هدف تالت. وده الهدف النهائي. مع الهدف النهائي المفروض اطلع من الصفقة دي. المفروض اطلع من الصفقة دي. واضح? طيب. سيد محمد بيقول هل انتظر الكسر واشتري على طول؟ والله فيه طرق فيه فيه طرق بقى فيه الموضوع ده. فيه ناس بتحب تاخد لطو صغير من هنا وينتظر للكسر. لو حصل الكسر يدخل ويشتري ويضيف. وفيه ناس بتحب تنتظر الكسر نفسه. يعني فيه ناس ممكن تدخل شراء من المنطقة دي ويستنى. لو السعر طلع وكسر ونزل وطلع تاني يضيف صفقة تانية. يعني هو عايز يشتري مثلا بوينت تو. هياخد بوينت وان في المنطقة دي وينتظر. لو السعر يطلع وكسر وطلع فوق. ياخد بوينت وان كمان في المنطقة اللي فوق دي. واضح? فهو بيقسم الايه? بيقسم حجم الصفقات على اتنين. في واحد يقول لك لأ انا عايز اتنى كده يطلع وبعدين ينزل شوية. وهاخد سعر اعلى وهدخل شراء من هنا. على الاقل يا بقى انا بقى ايه? عملت لمنطقة المقاومة. يبقى انا اه داخل في منطقة واضح جدا مين اللي يكسب فيها. المشتري مسيطر ويتغلب على منطقة المقاومة. وفي الغالب خلاص طالما طلع هنا هو هيبقى صعب ان هو يكسر وينزل تاني. فهي طريقتين في التداول يعني المتداولين بيستخدموه. طبام? فده يبقى الشكل العام عندي هنا كده. يبقى انا لما حط الترند رسم لي يا جماعة. طيب استاذ محمد بيسأل لو ما حصلش اتفاق الدولار ينهار. الحقيقة لا. هو لو حصل اتفاق فالاسهم تطلع. الاسهم لما بتطلع بتنزل الدولار. الاسهم لما بتطلع بتنزل الدولار. خلاص? العكس هو اللي يقوي الدولار. لو ما حصلش اتفاق وحصل مشاكل المستثمرين هيبعدوا عن الاسهم هيبيعوا الاسهم. لما يبيعوا الاسهم هيكسبوا ايه? هيكسبوا دولار. هيكسبوا دولار. صح? انت لما تبيع الاسهم هينزل فما حفظتك ايه? هينزل فما حفظتك دولار. واضح? فبالتالي الدولار يرتفع. اوتوماتيك. لما تبيع الاسهم الدولار يرتفع. تمام? ومشا ناخد من حضرة استاذ نورهان. وشكرا لكم جميعنا جماعة. ودومتم في حفظ الله. ونلقاكم غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.